بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة الرحمن الرحيم مازلنا مع البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في دين الله وليس الله أصلاً في السنة سجدة في كل صلاة، كثير من الناس تدعى في دين الله شيئاً يسمى سجدة بعد كل صلاة وفي توقيت سابق تروح ساجد سجدة لله شكراً نظل أنه يشكر الله سبحانه وتعالى هو لا يعلم أنه يفعله بدعة ويتشابه بالشيعة الشيعة عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون تدعوا في دين الله ووعدوا على رسول الله حديثاً مجذوباً ليس له أصل في سواب سجدة بعد كل صلاة توقيت تحديد معاد معين لسنة معينة يدخلها في بدعة سجدة الشكر سنة لكن لها ضابط شرعي يعني إيه ضابط شرعي؟ يعني تفعل بشكل معين وإيه الشكل معين ده؟ عند تجدد نعمة أو زوان نقمة يعني إيه تجدد نعمة؟ تجدد نعمة إحنا غارقنا في نعم الله في الليل النهار لكن كلمة تجدد نعمة إن حصلت نعمة ما بتحصلش كل يوم ابنك نجح في الامتحان كسبت مبلغ كبير حصلت على وظيفة مرموقة كنت هتوقع في مصيبة وربنا نجاك واحد وقع من الدور العاشر وما ماتش ربنا نجاك من إنسان ظالم كان بيغلب على ظنك أنه سيصيبك بيبكروه أو بسوء لم تسجد لها سجدة شكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في حياته؟ كلها إلا خمس ست مرات هل أنت أكثر شكراً للرب العام السبحانه وتعالى من رسول الله؟ عشان تسجد سجدة بعد كل صلاة؟ إيه النعمة للجدد بعد كل الصلاة؟ عشان تسجد؟ ولما تحدد لها توقيت معين هل ربنا نسجد سجدة شكر بعد كل صلاة؟ طبعا تسجد نوافل كتير أكثر من النوافل؟ سجدة شكر عندها تجدد نعمة أو زوان نقمة بس ولو كان فيها خير لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للنهار سجدة شكر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أمر في حياته ما سجد إلا لما يسمع فلان من فلانين من الكفار قتل وقعد وحد من صحابه يقتله فيسجد لله سجدة شكر انتصار حصل لا يسجد سجدة شكر لكن تسجدك شكر بعد كل الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن لنا ذلك فانت بتسني السنة ملاش أصل إذا ابتدع في دين الله وكله بيدعت ضلالة كلها ضلالة في النار اتتابعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتهم الشرع انتهى معطلوب أن نتبع سنة رسول صلى الله عليه وسلم لكن ما نبتدعش لن تساب بل عكس سأسم وتأسم وإسما كبير لو حد نصحك وقال لك وصريت على عمل البدعة تأسم وإسما كبير ده في اسم تاني كمان أن أنت بتتشبه وما تشبه بالقاوم الفهمين أنت بتتشبه بالشيعة هم اللي بيعملوا كده هم اللي وضعوا حديث مجزوب عليه الصلاة والسلام بفضل السجدة بعد كل الصلاة والمطلوب منك أنك لما تشوف إنسان بيعمل البدعة دي لازم تقوله لا يكفي أن أنت تمتنع من رأى إنسانا على منكر ويجب عليه أن ينصح وإلا أنت أسباك تساهمت في انتشار البدعة والعزب الله فاللي حكتب لكم الحكم الشرعي من ابتدع في دين الله فكتجعل من نفسي مشرعا ومن جعل من نفسي مشرعا فكتجعل من نفسي إلها ومن جعل من نفسي إلها فكتكفر بالله طب ما سبحدش يقولي بقى يعني اللي بيعمل البدعة بيخرج من الملة لا لا ما خلقش من الملة عشان ناس بعض الناس يعني أصحاب العلم المحدود بيظن بيفهم الكلام خطأ لا ما خلقش من الملة لكن هو ارتكب كبيرة من الكباق لأن الشرك أنواع كتيرة فيه شرك أكبر فيه شرك أصغر والشرك والشرك الأصغر ده أخفى من دبيب النمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشرك الأصغر في أنها أخفى من دبيب النمل ده بالشركة أصغر ده حاجة واضحة ده حاجة واضحة واسمها كبير فأنا أكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شرون الشهاد العلمي في ثوام عظيم العلم علما والله أجر معامل بيها من القيامة لا نقوم ذلك مبنم شاينتو شوشتب إلى الجرس واشتراك في القناة لأسلاك من كل جديد والساعدون عشر سنزل نبا كل قول هذا استغفر الله يا الله شكراك في القناة